في الفترة الأخيرة أما عن آخر خبر معنا لليوم فرح ننتقل إلى عالم التكنولوجيا حيث وللمرة الثانية اعتذرت شركة فيسبوك المالكة لموقع التواصل الاجتماعي عن اضطراب الخدمات لمدة ساعتين يوم الجمعة وأرجعت السبب في ثاني انقطاع على مستوى العالم خلال السبوع واحد إلى عطل آخر خلال تغيير ضبط الإعدادات وأكدت الشركة أن منصتها التواصل الاجتماعي وتطبيقات انستجرام ومسنجر وأيضاً وورك بلايس تأثرت بشكل كبير بأحدث انقطاع وقالت أيضاً في بيان لها أنه عم نقدم خالص اعتذارنا لكل من لم يتسنى له استخدام منتجاتنا في الساعتين الآخرين وأصلحنا المشكلة وينبغي أن يكون كل شيء قد عاد إلى طبيعته الآن وفي أحدث انقطاع لم يتمكن المستخدمون من تحميل الصفحة الرئيسية على تطبيق انستجرام في حين فشل الآخرون في إرسال رسائل عبر تطبيق فيسبوك ومسنجر ومن جديد لجأ العديد من المستخدمين إلى موقع تويتر لنشر النكات والسخرية من ثاني انقطاع لخدمات فيسبوك خلال الأسبوع الماضي وعزز انقطاع الخدمة لمرتين في غدون أيام الضغوط على فيسبوك بعد ما تحولت طبعاً موظفة سابقة في الشركة إلى واشي واتهمت الشركة بتغليب تحقيق الأرباح على مكافحة خطاب الكراهية وانتشار المعلومات الخاطئة وانه منصات فيسبوك ومواقع تواصل اجتماعي المملوكي لفيسبوك غير مناسبة للأطفال أيضاً هذه كانت كل أخبارنا الصباحية لليوم خلوكم معنا بعض الفاصل مقابلتنا مع مارك الرئيس التمثيذي لمكافأة بونس خليكم معنا ولا تروحوا لبعيد